افتح باب الزنزانة ادم ادم ينهر اسوي ينهر اسوي ادم رد علي ادم هتفوقه هتولي على مية السعاف وعد هدومه ادم ادم رد علي ادم هتفوقه ادم 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 ينهر اسوي ينهر اسوي ينهر اسوي ادم 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 انا الحبيبي دا ايا اصل امتى الكلام ده يعني ايه انه مستشفى ما يسيبه يموت ولا اروح في سكين ده ونقل العرفين افل 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 بقى مش وقته افل ماشي عشان بيه شكله كده مش هتجبه البر معي ماشي عشي عشية ماشي جاهز جاهز علي في safe أنا يوم ما أقنعتك أنك أنت تسلم نفسك كنت أخذ وعود أنه أنت مش يحصل لك حاجة بالعكس كنت أخذ وعود أنه أنساعدك وأنقف جنبك عشان أنت عارف أنه رأى أكتر واحد في الدنيا دي عارف أنك أنت مظلوم بس فجأة فجأة لقيت أنه بيحصل غير كده عدم أنا حلفت ياميني أنه عيش عملي عشان حقق العدل فجأة اكتشفت أنه بقيت بحقق الظلم وظلمتك أنت أول واحد عشان كده عدم أنت ملزوم مني أنه هربك ودلوقتي حلم يعني أنت مش عايز تظلمني وعيزنا نظلمك أنت لو عملت كده تبقيت دوري نفسك بعدين يا باش أنا أنا بجدد عد خلاص يحصل يحصل باش أنا أنا أصغر بكتير قوي من اللي بيحصلني ده الجد مش قادر خلاص ما عارف يا باشا؟ ما عارف يا باشا؟ لما أنت جريت وعايا وانا ستك ومشيت كنت متأكد أن أنت مش هتدرب صوتك وعينيك كانوا بيقولوا أن أنت مش هتدرب صوتك وعينيك كانوا بيقولوا أن أنت ابن ناس بس المشكلة أن هنا يقولوا كلمة ابن ناس دي على ابن الناس الأغنية مع أن أنا متأكد أن اللي اخترع كلمة دي كان يقصد ابن الناس الطائبين المحترمين اللي بيخافوا ربنا وأنا متأكد أنك منهم وأنا لو مهربتكش دلوقتي حالا بالبقى ما بخافش ربنا وأنا بخاف ربنا وهي آدم وبعدين هايز أقولك الحاجة اللي يرضي ضميره ويرضي ربه ربنا لازم ينجيه ما تلقش على هيا آدم ما تلقش طب أنا يا باشا عملت الارضي ضميري وعملت الزح وقفت مع الحق بيحصل معايا كده ليه آدم فيه ناس بيتهيقلوهم إنهم ان صلموا وهما فعلا بيبقوا مظلمين قدام نفسهم وقدام الناس بس ربنا وعد وعد قال إن كل عبد من هبادي هيخد حقه 24 نيرات وبعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمة معينة ويا بخت اللي يستخدمه ربه بعدين يا آدم ما تلقش صوت الحقه هيعلى فيني مهما عيني صوت الظلم دلوقتي في الآخر صوت الحقه هو اللي هيباني هو اللي هيعلى عشان كده انت لازم تهرب ودلوقتي حالا أنا مرتب لك كل حاجة مش فضل لأنك أنت تنفسه بس يلا يا آدم يلا ما تبوستش على حاجة أنا مرتب لك كل حاجة ما تلقش يلا فضل يا مولانا فضل يا عبدو فضلوا عسادزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا جبت المأزون والشهود عشان نخلص الموضوع زي ما اتفقنا مالك مستعجل قوي كده ليه؟ أنا لسه عاوز أتكلم مع سامية الأول ما عادش بيننا كلام، الكلام خلص استهدي بالله يا سامية ما تبقاش قلبك اسوك كده ده أنا عبد جوزك برضو هانت عليك العشر للدرجة دي عموان يا ستة هقول هالك تاني وتالت وعاشر حقك على ايه؟ انسا مش قولك عشان خطر المراضي عشان خطر الواد اللي بنا الواد ده هيتربى أحسن لما يبعد عنك يا انت خلاص؟ مصممة؟ أيوة مصممة، ولما طلقتنيش هفضحك في كل حتة وهقول عليك مضمن مخدرات وهقول انك عايش عالة على قفايا وهفضحك في كل حتة ياه؟ هيا حصلت الدرجة دي؟ طيب انت طالق يا سامية هيا دكتور، انا قادم انت فين؟ طيب خليك مكانك ما تتحركش انا جهيرك حالاً مين عالتليفون؟ بعدين هقول لك بعدين يا فندم انا واجه اهتهام راسمي للمقدم إن شمت طلق دم عليه هو اللي هرب أدم عبد الحي وانا ذكر وانتي كل جلمة بقولها ما حصلش يا فندم ما حصلش يا سادة اللوة كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كده كده، وحضرتك عارف ليه انا يا فندم خويمته خويمته بأخصى جهدي بس هو خدني على أخوانه وضربني ونط من الشباك خدك على أخوانه؟ يا أخي مش عيب عليك كده انت ظابت عيب عليك ما تبطل بقى الحركات دي عيب عليك انت وانت عدتوا ايه؟ انت دفة مصيبة مصيبة وعدت على نفسنا كلنا تاني ما صدقت انكم عبادتوا عليه انتوا ايه؟ مستعصدان لي؟ عايزين ان انا عيادة العملية مفضيحة الله يخرب بيوتكم الله يخرب بيوتكم يا فندم هشام ماذكور هو المسؤول الأول والأخير عن هروب آدم عبد الحي يا فندم دخالف التعليمات خرج أدم عبد الحي لمستشفى برا جهاز أمن الدولة هو المسؤول لازم يتحاول للتحيين مش هو بس اللي هتحاول للتحيين كلنا هنتحاول للتحيين واقولكم انا بعد ازمع ليك الفضل يا دكتور الفضل لا خالي يا خالي طمني الحمد لله هتاخد الدوة ده وحتجري وتبقى زي الحصان ان شاء الله الفضل معنا دكتور هاجيب الدوة راجح استرها يا رب استرها ايوة 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 كن فاكرني هسيبك في نام الليل بعد العاملة السودة اللي انت عملتها يا شمام مذكور قلتلك مش انا اللي هربته قاومته وهرب مني اه 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 اعلى هذا الكلام ده مش هايب ما بطل بقى نظرية المؤامرة والشك اللي انت عايش لي فيهم طول الوقت ده مش شك ضيقين واوعى في يوم من الايام تستخيف بذكائي انا سيف الحديدي بص بقى يا سيف عشان انا رياحك عشان انا حسك لمواخذة واقف قدامي بتفرك ايوان اللي هربته واثبت اني هربته لو شطر وجدع يا سيف يا حديدي اثبت ان انا هربته ما انا عارف ان انت انا هربته حكاية بقى ان انا هزبت دي مش قضيتي دي قضيتك مع الجهاز يا حزبوك يا حاكموك ماليش فيه انا جاي هنا عشان اعرف حاجة واحدة بس هربته لي يا شمام عشان مظلوم يا سيف مظلوم والاوسخ ان انت عارف انه مظلوم ومع ذلك حطه في دماغك ومستقصده مستقصده مستقصده؟ على اساس ايه؟ ان الباشا كان دفعتي ومغير منه من قامت كلية؟ يا ريتو كان دفعتك ما هو لو كان دفعتك ما كنتش قدرت تعمل معا حاجة لكن للأسف للأسف يا سيف احنا في البلد كده ما بنستقواش الا على الضعيف حلو يعني انت بتعترف انا كربت ارهابي وارهابي حطت النظام في شكل مش كويس يعني انت بتتحدى النظام؟ انا بتحداك انت يا سيف وقلتها لك قبل كده لو دكر اثبت ان انا هربته بوست يا سيف انا عاوزك تجيب لمؤاخذة حصيرة وتفرشها قدام باب امن الدولة وتقعد عليها وتقعد تعدت وتقول اللي داخل واللي خارج هشان ما تكور هرب قادم عبد الحاية وبرضه مش هتعرف تاسبت انت ازناكي بحصيرة وفرشها قدام باب امن الدولة شكلك كده مش هجبها لبر يا شما مضكور انا؟ انا عالبر يا باشا انت اللي غرقان فى بلويك وعقدك المكالكعة وغلك وحقدك عالناس في مدرستك الوسخة اتعلمنا حاجات كتير قوي وشفنا حاجات ما تتصدقش شفنا ناس اتدفنت وهي صحية شفنا شيوخ وانت ملبسهم بيدا الرأس شفنا دكاترة ومهندسين ومحاسبين وناس محترمة وانت جايب مراتاتهم وبناتهم ومقلحهم عريانين قدامهم انت مريد يا سيف انت مريد سادي لازم تتعالج عشان وجودك وسطينا اكتر من كده خطر عليك وعلينا بس يا دكتور عن نصيحة الغالية دي ان شاء الله قرأي بحاجيك العيادة مرة تانية بعد ما تترفد ان شاء الله من امن الدولة اسمانك كويس عشان ومذكور كل الكلام اللي انت قلته ده في الهوى تحقود وغيور وظابط حمار يا ابني انت بتجيبي المعلومة بعدها بسنة يعني مؤخذة كده صلاحية منتهية معفنة وعمومة انت لمزيدة كباشا وبعدين على فكرة عايز اقولك على حاجة اسهل حاجة ان انت تعذب بني عيدم عشان تاخد منه معلومة عارف؟ انا لما بحقق مع واحد وما بلقيش عنده معلومة ما بحسش بالزنب عارف ليه؟ ان همري مظلمت حد لكن الظالم اللي زيك عمره ما هينور رحمة ربنا انت هتعيش يا سيف في سواد طول عمرك السواد ده مش حواليك السواد ده كويك بص يا شبه مضكور بص انت اسيف يلا بقى علشان انا عاوس انام تبتتردني؟ طبعا يا باشا يلا يلا ما تفكرش يلا عشان تلحق يلا يا ابن الجزمة يا مستفز ده انت عايز ثلاثين تلحق في دماغك قدم هو الزابط هشام شاف الفيديو وعرضوا على رؤسائه بس هم شككوا فيه وطربوا وعرضوا على خبير بس ممكن الخبير ده يقول انه سليم ويثبت برقتك انت بس انت هم عايزين ايه تاني؟ معهم شريت متصار فيه دليل برأتي اني بدافع عنك وعني معهم دليل برأتي يا ناس يجني القضية كبيرة واللي مات ده مواطن امريكي وبلده قلب الدنيا عليه حلو اللي مات مواطن امريكي ظالم وبلده بتدفع عنه حتى وهو مياه هم احراره تمام كده انا بقى مواطن مصري ومسلوم بلدي ما بتدفعش عني ليه بلدي ما بتدفعش عني ليه ولا احنا بس اللي مكتوب علينا ان التهان برأ وجوه احنا بس بتقع علينا صخرة احنا بس اللي نغرب في البحر ونغرب عبارة احنا بس اللي يولع بينا القطر في ايه؟ الصبر الصبر يا بلي مين عارف؟ مش يمكن الخبير ده يرد بسرعة ويقول ان الفيديو سليم ويثبت برقتك؟ وممكن ما يردش بسرعة وممكن يشككو في الفيديو واتعادي ما انا بقى انا معاك ان البطء في تحقيق العدل ظلم ظلم بس هي دي الدنيا كده الظلم لما بيزيد عن الحد السماء لازم تتدخل عشان تثبت قلوب المؤمنين بالله ربنا موجود يا ادم مشايف كل حاجة ومش هيسيبناها بتا ادعيلوا يفك كربك يلا يا عاطف انت بصمتك اتبعت مع البصمة المجهولة اللي لقناها في مسرح الجريمة يعني القضايا لابساك لابساك ما تعترف يا ابني باوت خلصنا يا باشا انا وشوقي فعلا سرقنا الامريكاني بس ما قتلناهوش ما قتلناش ما قتلناش ما قتلناش ما ق الشوقك زيال انا زبطوق كمتنبس كتلوب هو اللي كان عايز يكتل three وأنا كنت مدافع عن نفسي فأتلته من غلط أتلته من غلط أتلته لي يا عاطف؟ عشان كان عايز يخضر بي زي ما غدر بسامير مصالح أباشا وغدر بي إزاي؟ عشي مني إننا حنقبضوا فلوس وصد إنه يدينا الهرد اللي سروا مننا مرعي وبعهوله وبعدين؟ لما قابلناه شاوي أول ما شافه رح أجم عليه وقتله أتله؟ يعني كمان قتلته سامير مصالح ده كده أتلت جرائم يا حبيبي مش أنا، مش أنا والله العظيم يا باشا شاوي هو اللي أتله أنا كل اللي أنا عملته إني ساعدته في دفنه إكرامي الميت دفن يا باشا عشان نأخد منه الهرد ولا عايزين نأخد منه الهرد يا بيت ولا ونستر على كرامتنا الأرض فين يا لها؟ الأرض الأرض هقول 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 يا باشا الله شاوي هو اللي قسني الأرض وحراوه عشان كنون بتصورين عليه وإحنا بنسرق الأمريكان يا بيت يعني قتلتوه عشان تسرقه لا يا باشا إحنا لما دخلنا عليه لقناه مقتول قمنا سرقناه بس مش إحنا اللي قتلناه مش إحنا اللي قتلناه الله يا راسي إنه إحنا اللي قتلناه أنت عدت يلا اخلص موسيقى 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 هتأكدتو إنه محدش مش يقولك؟ ما تلاقيش الطمينة خدنا بلناه قويس طول عمر الأول في كل حاجة يجي حتة عيل ملوش تلاتين لازمة يمسح تاريخي كله كده بجرة قلم؟ ليه يا ابني حصل إيه؟ أنا تحاول للتحقيق أنا؟ إيه السبب؟ آدم عبد الحي مش أنتو كنت قبضتو عليه وأعلنتو ده في الجرائد والأخبار هربتاني وهربت معاك رمته وهبتي ما تقولش كده يا ابني أنت ولا أول ولا آخر واحد يحصل معاك؟ ولا عمره حصل ولا عمره هيحصل أصلاً يا ابني مسيرك تقبض عليه ثاني؟ فيش وقت يا أمي اللي أمريكان عايزين يدخلوا يجيبوه ولو وصلوا له قبل مني أنا ممكن أتشل فيها بعد الشر عليك يا ابني ومالك واحدة نوضو على عصابك كده ليه؟ هو قدم ده كان قدل لك قتيل؟ أكتر يا أمي أكتر حياة أمي ما هرحمك يا ابني صبرة بص يا ابكريم بيه أنا أبط على العاطف واعترف لي أنه هو وشوقي اللي قاموا بالسرقة واللي أكد على كلامه أن البصمة بتاعته اتطبقت مع البصمة المجهولة اللي احنا بقلنا كتير جداً بندور عليها ودي يا فندم تقرير الطبيب الشرعي اللي بيأكد على كل كل كلام اللي بقوله بسرقة ده غير يا فندم أنه هو اعترف لي أنه هو وشوقي قتل واحد اسمه سامير مصالح سامير مصالح ده كان أخذ الهرد من وراه واتفرج على الفيديوهات وطبعا فيديو الجريمة ولما كلمهم علشان يساومهم علشان يسكت رحوا قتلينه وأخذوا الهرد للمرة التانية بس المرة دي بقى ساعدتك كسروه وحرقوه ده على حسب رواية عاطف وده بقى بيجاوب على لغز كان محيارنا بقى له كتير قوي إحنا ليه لحد النهاردة مش عارفين نلاقي الهرد بس الحسن حظ ساعدتك إن كان فيه واحد اسمه سيد جيجا كان واخد نسخة من الفيديوهات على فلاشة من وراء سامير مصالح لما كان عنده الهرد قبل ما يتقتل والنسخة اللي أنا وريتها لساعدتك إحنا لقناها عنده لما قبضنا عليه واعترف بكل حاجة وطبعا كان واخد الفيديوهات دي علشان يتفرج عليها أو يبيحها لأي حد غشيم أما بقى شوقي ده بتاع محل البيرة اللي إحنا كنا حققنا معا من الأول خالص وطبعا أنكره ونفدته معا نفسه وكمان عارف يبعد شكوكنا عنه وتصرف جزء من المسروقات هو وشريكه عاطف ولما اختلفوا اتخنقوا مع بعض أما عاطف قتل شاوي قبل ما شاوي يقتله وبقيت المسروقات كلها لقناها في الشقة وحرزناها وده كشف بكل الحاجات المتحرزة متهاية لي بقى كده ساعدتك القضايا خلصت يا يا عشام دي لفة صعبة قوي معلش يا فاندم ما هي الحقيقة دايما بتبقى صعبة بندور عليها كتير قوي بس المهم لما نلاقيها لازم نحقق العدالة وننقذ آدم من المجهول اللي مستنيه يا ريه بس ازاي وهو هربان واحنا مش عارفين طريقه احنا لازم نقبض عليه الاول عشان نحقق معاه ونحقق نمزل بالبراط خصوصا ان القيادة السياسية رفضت الطلب الامريكي وقررت التحقيق معاه جوه مصر بجد يا فاندم ده خبر جامد جدا ادخل ما عليك مطلوب للتاحية تحت يا ريبان تبقى طب من عليك اتفضل بعد ايذن حضرتك يا فاندم نبقى نكمل كلامنا بعدين اتفضل يا عشان يا سيف عملت ايه في التحليل؟ حنطلط يا باشا ايه؟ واضح ان كل انا حنطلط بسبب الوقت بمصابرة ده من الواضح قدم ان انت لازم تهرب وتصيب مصر في اسرع وقت ممكن اهرب ايه يا اخي؟ اهرب في الدين لحد ما يظهروا برقتك اتطمن انا وكريم راتبنا كل شيء وفي اسرع وقت احنا مش هنزيبك يا ادم هنفضل معاك لجهة من يزبط برقتك قطر خيركم انت عملتوا لي عليكم وزيادة وانا برضه عملتوا لي عليكم وزيادة واضح ان ربنا ليه حكمة في كده لسه في امل يا ادم لسه في دليل ممكن يزبط برقتك انا مش عايزة عمري شوفك ضعيف كده ومش معنى ان هما ما اعترفوش بالدليل لحد دلوقتي يبقى نسكت وانسلم وهو دل انا جايلك علشانه النهاردة يا ادم احنا مش نفضل سكتين ومستنينهم لحد ما يجوا يحققوا معاك وانا اعمل ايه علي احنا مش جيلة تحقيق عشان نزبط برقته بقدنا نزهر برقته للرأي العام ونحرجهم ونبين استهترهم وفسدهم زي؟ هنعمل صفحة للتضامن مع ادم عن نت ونسجل مع احوار يحكي فيه الحقيقة ونقول ان هما عندهم فيديو ومش عايزين يعترفوا بيه طب فريدي انكروا ولا تخلصوا من الفيديو ده بالعيند فينا طبعا ده ممكن يحصل بس على اقل هنضمن ان هما مش يقدروا يخرجوا بره مصر لان ببساطة كل العيون هتبقى عليه ويتحكم في وسطنا في بلده بدل ما يتخذ مننا ويعلم ساعتها ايه اللي ممكن يحصل فيه هي فكرة كويسة وسيل الضغط ممكن تجيب نتيجة مفيدة جدا على الاقل هتنشر الحقيقة وتخلي الناس يبصوا للموضوع بنظرة تانية خالص كلام معقول جدا انت رأيك ايه قدم دحكتني والله رأيي على اساس ان رأيي يعني هتاخد بيه انا عمري ما حد اخذ برأيي على فكرة انا كل يوم بقول رأيي بس عادة زي ما قلتوش بالزبط شميعنا بقى هيتصدق دلوقتي يا ابني بطل فشاقم نفكر يمكن نوصل لحل ولا انت عايزوا نفضل قاعدين كده حطين ايدنا على خدنا يا ادم زمان كانوا مسيطرين على الاعلام انما دلوقتي في نت وفي مليون الف طريقة تقدر تعبر فيهم عن رأيك بكل صراحة وحرية الموضوع مش ان انا اقول رأيه خلاص موضوع ان رأيي يتاخد بيه مش مهم يا اخدو بيه انت مش قلتلي قبل كده فين بلدي مش وقفة جنبي ليه بلدك مش حكومة وفساد بس فيه ناس كمان لو الحكومة مش هتوقف جنبك ممكن الناس توقف معاك يا اخي انا مش عارف افكر اللي انتو هتقولوه هعمله موسيقى قولي يا ادم قول كل اللي جواك اسمي ادم امين عبد الحي مواطن عادي واقل من العادي اكبر حلم عندي ان عايش مستور وكل زنبي اني انقصت بنت بلدي ومرضتش بالظلم انا عايز اللي بيتفرج على عادي الوقت يا ويسمعني يحط نفسه مكاني لو ليك بنت او مراتك او اختك اتحطت في نفس الموقف مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وانتمنى انا عملت كده عملت اللي المفروض يتعامل بس اللي المفروض يتعامل في الزمن ده للأسف ما بقش يتعامل وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مذكور عن العمل ويسري قرار الايقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق انت اكتر واحدة متأكدة من براية ادم وعايزة تساعده مش كده؟ اساعده ده انا لو اطول افدي بعمري كله مش هتأخر لاحظة ياه ده الدرجة دي؟ اهو فديني بعمره كله وضايع حياته عشان يقف جنبي في لاحظة غريبة اوية انا كنت فكر ان انا الواحدة مش مصدق ان لسه في ناس في الزمن ده بتفكر بالطريقة دي ادم يوم ما مفكرش اتصرف باحساسه انت عارف؟ ده يمكن لو كان فكر كان مش يوسبني واصل المشكلة ان احنا بقينا بنفكر اكتر ما بنحس ويمكن هو ده اللي خلانا بقينا شايفين بعض بس ما بنوقفش جنبي بعض بالاسم بتجمعين بس الحقيقة ان انا متفرقين طب من ديني؟ تفضل ايه ده؟ فيديو دليل براية ادم بجد؟ ايوة انا اخدت نسخة من الحرز اللي فعل من الدولة اول ده جبها لك بس ده مش خطر عليك؟ طبعا خطر جدا على فكرة همواقفوني عن العمل بتهميني ان انا لا هربت ادم بصراحة انا فعلا لا هربته انت بتعمل كده ليه؟ لاني انسان انسان قبل ما كنت ظابط انسان شايف قدامه واحد بريئة عمال بيض عرض لظلم وقهر حتى في وجود دليل برايتو انت فكرت كويس قبل ما تعمل كده؟ وقررت وقررت بعد اتفكير كتير على فكرة واللي شجعني ان انا اخد قراري ان انا شفت الفيديو ده وقبط على الراجل اللي سرق الامريكاني واتأكدت اني صحا ساعتها جريت السكوت سكوت على الظلم والقهر والعذاب والمهانة من الاسف انا كنت بضطر اسكت عشان دي اوامر وهي دي شغلتي بس من النهاردة ان انسي انا مش عايز كن تاني اعبد ابو انت بجد اللي زياك وزي ادم هم اللي بيدوني اعمال فبكرة المهم دلوقتي الفيديو انا عايزك تنشريه على كل الناس انا عايز مصر كلها تشوفه معرفش ازاي نانسي ادم دلوقتي ما فاضلوش غلل الناس هم اللي بس في وقت الشدة يقدروا يضافوا عنه ويحموا خلاص يا جماعة انا طلعت الصفحة وكمان الفيديو اللي جابهولنا الزابط هشام عنات بجد يا جماعة الفيديو ده فرق معنا كتير قوي اقوى حد يعرف ان الزابط هشام بيحاول ساعدنا هنيازيه في شغله لابني ده شئ بديه يعني الراجل كانت ترخيره بيحاول يجد معنا دليل برقة صاحبنا نعمل معا كده يا حبتة البعيبة في حق اين تمام كده نانسي دلوقتي اجي دورك عشان ترد الجميل لأدم انا ازاي احنا بقى عندنا صفحة تضامن مع ادم عالنت عايزة اسجل معاك حوار تحكي فيه كل الحقيقة وانزله عالصفحة عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقة اي دو تمام هي ظاهرت في الفيديو كل حاجة جاتباينا ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني يا جماعة انا صحفية وعارفة ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي ممكن يا علي هامله بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صلحك قصة انك هتقولي الحقيقة اللي مقلتهاش اول مرة لما حققه معاكي عشان خطري خدي وقتك فكري انا مش عايزة اكون بضغط عليكي ادم مفكرش لما انقذني دي هالله حاجة ممكن اقدمها له مش كده وعني الزابط هشامي توقف عن العمل بسببي ساعترررق بيظهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاولي ساعدين الحمد لله بقولك ايه انا انسي انا عايز اطلب منك طلب في عنوان ضروري تجيبهولي تجيبهولي من تحت الارض اه انا عايز عنوان انسي في الحديدي الكيش دعوة دلوقتي انا هبقى فاهمك بعدين العام حاجة هكلمك بعد نص ساعة تكوني جيبتولي من تحت الارض هو هتنسي انسي انشاء ساعدين موسيقى 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 سداتوني سداتوني أدم ما قتلش عزب كم بدفع عن نفس؟ ألف مبركيح كده أكيد أدم حياخد براقة موسيقى موسيقى ألف مجروب إن شاء الله سيدة دامير جعلنا بألف سلامة إن شاء الله